بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في ديس جديد في مادة تربية بدنية والدفاع عن نفس اليوم بإذن الله رح ننتقل إلى وحدة جديدة وحدة كرث السلة بإذن الله لكن قبل كالمعتاد ناخد مراجعة بسيطة على درسنا في الحصة الماضية وبعدها بإذن الله رح ننتقل إلى تمرين اليوم وبعدها رح نتعرف على مواضعنا رح نناقشها مع بعض إن شاء الله في وحدتنا وحدة كرة السلة وبعدها رح ننتقل إلى موضوعنا اليوم وأخيرا رح ناخد مراجعة وأسئلة على درسنا اليوم بإذن الله ننتقل مع بعض الآن إلى درسنا في الحصة الماضية أخذنا حلنا في الحصة الماضية عن قوة عضلات البطن والرشاقة في بداية تكلمنا عن قوة عضلات البطن قناوش ما هي قوة عضلات البطن أو ما هو المقصول فيها بشكل جدا بسيط هي قدرة الفرد أو الطالب أو الطالبة في التحمل وإنتاج قوة دون القصوة قوة عالية تكون دون القصوة وأيضا عملها بصورة متكررة وذلك من أجل عملية الحفاظ على الإنقباض العضلي بشكل مستمر للأطول فترة ممكنة وأيضا كيف نقدر نقيس قوة عضلات البطن من اختبار مشهور وشهير عندنا وهو عن طريق اختبار من خلال اختبار الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين وحساب على المرات التي يمكن أن أدوها خلال دقيقة واحدة مثلا الصراحة لأمامكم الآن هذا ممكن أن أدي تمريد تكون الذراعين خلف الأذنين ما تكون خلف الرقبة انتناف الركبتين وحسابها خلال دقيقة واحدة هذا هو اختبار الذي يقيس عندنا قوة عضلات البطن وأيضا ثانيا تكلمنا عن الرشاقة وقلنا ما هي الرشاقة أو المقصود بالرشاقة هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سوى جميعيش أجزاء جسمه أو جزء من الجسم وأيضا تكلمنا العوامل المؤثرة على الرشاق في عندنا بعض العوامل التي تأثر على الرشاق عندنا الأنماط والقياسات الجسمية هذه من العوامل يتأثر على عنصر الرشاقة وأيضا عندنا العمر والجنس مثلما قلنا حنا في الصغر كل أطفال يكون عندهم الرشاقة أعلى من الكبار كما تقدم الواحد بالسن بعد سن البلغ يكون يقل عنده عنصر الرشاقة وأيضا الوزن الزاد كما قلنا حنا عندنا الوزن كما زاد عندنا الوزن قلت أيش عندك عنصر الرشاقة لكن ذا كان يميل النحافة والنمط العضلي يكون عنصر رشاقة أعلى وأفضل وأخيرا عندنا التعب والإعياء أيضا التعب والإعياء يؤثر بشكل سلبي على عنصر الرشاقة نبي الآن ننتقل مع بعض تماريننا اليوم نبي الجميع يكون جاهز يكون واقف ولبس الزي الرياضي المناسب وأيضا اختار المكان المناسب وهيئة وبعد أن جميع الأدوات الممكن تضر لقدر الله يكون نصقع فيها عشان نقدر نؤدي جميع تمريننا بكل الريحية الآن من جميع يكونوا واقف الظهر مستقيم نظر إلى الأمام تمارين الأول عندنا المشي بالمكان بسرعة متوسطة وسرعة خفيفة 20 عدة وبعدها ننتقل إلى سرعة متوسطة 10 عدة تجزيب مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة ابطال خمسة ستة سبعة امتازين تمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة ابطال ثمانية تسعة عشرة استمر بسرعة متوسطة ممتازين بسرعة بشكل بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين نظر إلى الأمام خمسة ستة سبعة ابطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف التمرين الثاني أيضا من الوقوف الذراعين عاليا وبعدها مثل ما وضع أمامكم من نزول ولمس باطن القدم جهة اليمين وبعدها جهة اليسر طبقا مع بعض وقوف ذراعين عاليا ثم النزول إلى أسفل ولمس أيش باطن القدم ثم نرجع مرة ثانية ثم الجهة الأخرى ولمس باطن أيضا قدم ورجوع إلى وضع البداية جاهزين عشر عدات ثم ننتقل إلى الجولة الثانية عشر عدات فهذا التمرين نحاول نحرك جزء العلوي من الجسم وأيضا الجزء السفلي من الجسم ما بعض تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية ومتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ابطال ثمانية تسعة عشر استمر جولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ابطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف نتقل الآن للتمرين الثالث أيضا نقوف نقوم بشكل جانبي عشان يكون أوضح الذراعين الأمام والأعلى نرفع الرجل إلى الأمام يمين بعده يكون الرجل الأخرى مع بعض جهزين عشر عدات أيضا بعده ننتقل الثالثانية عشر عدات مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ندخل الآن التمرين الرابع الآن بشكل جانبي والعضلات الجانبية للبطن أيضا بشكل نرفع الذراع الأعلى بشكل جانبي القدم ولمس المرفق بعدين الرجوع إلى وضع البداية عشرين عدة مع بعض جهزين تمرين ابتدي واحد نرجع مرثانية وممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة طال ثمانية تسعة خير عشرة قف نفس التمرين لكن ننتقل إلى الجزء الثاني جازين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة امتازين ثمانية تسعة عشرة استمر واحد كنين ثلاثة أربعة ابطال خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ثم الخامس قف ثراعين إلى الأمام نزول إلى أسفل بشكل بسيط ثم الوقوف رجوع إلى وضع البداية نركز نظر إلى الأمام جازين مع بعض قف ثراعين إلى الأمام تازين تمرين ابتدي نزول بشكل بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة ابطال خمسة ستة سبعة امتازين ثمانية تسعة أخير عشرة استمر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة امتازين سبعة تمانية تسعة تسعة أخير عشرة قف تمرين الأخير مقوف ذراعين جانبا تحركها بشكل دائري إلى الأمام من مفصل الكتب ممتازين بشكل جدا بسيط بشكل دائري إلى الأمام جزين مع بعض مقوف بشكل مستقيم رعين جانبا تمرين ابتدي بشكل بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض في المكان بشكل بسيط في المكان ممتازين ما أخذ الشهيق وزفير ممتازين مرة ثانية نهدي السرعة شوي قف ممتازين أخير ممتازين يعطيكم العافية ننتقل الآن إلى موضوعنا اليوم بإذن الله اليوم بإذن الله راح ننتقل إلى واحد جديد مثل ما قلنا لكم راح نأخذ إن شاء الله وحدة كرة السلة راح نطلق بإذن الله على الموضية التالية عندنا الموضوع الأول التمرين الصدرية موضوعنا اليوم بإذن الله وأيضا اليوم راح نتكلم على تمرير بيد واحدة من مستوى الكتف في حصة القادمة بإذن الله راح نتكلم تنطيط الكرة العالية والمنخفضة وأيضا في حصة القادمة راح نتكلم عن تصويب الكرة باليدين من أسفل وأخيرا بعض القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم لعبة كرة السلة اليوم فيما قلنا لكم راح نتكلم بإذن الله عن التمرير الصدرية وأيضا التمرير بيد واحدة من مستوى الكتف سنبدأ في البداية عن تعريق بسيط ما هي رياضة كرة السلة نبي الآن كل واحدة نبي نعرف ما هي أو مقصود في رياضة كرة السلة بشكل بسيط بياضة كرة السلة هي لعبة جماعية شمعلبة جماعية تلعب كفريق ويسب شكل فردي وأيضا يتنافس فيها اثنان من الفرق ويتكون كل منهما من خمس لاعبين وأيضا حيث يحاول كل من الفريقين إحراز الأهداف والتي تسمى في لعبة كرة السلة بالنقاط وليس تسمى بالأدف تسمى بالنقاط عبر يدخال الكرة في السلة الدائرية الشكل مثل الآن صورة الأمامكم والآن هذه هي السلة وهذه كرة السلة إذا ادخل داخل هذه السلة يحرز الفريق نقطتين أو نقطة في حسب سيئة اللعبة وتعتمد تلك اللعبة على مبدأ التعامل مع الكرة باستخدام اليدين فقط فيتضمن ذلك تنطيط الكرة ورميها وتمريرها من لاعب إلى آخر الآن ننتقل على طول لمهارتنا اليوم لمهارة التبريج الصدرية وكيف نقدر نتقنها عن طريق الخطوات التالية عندنا رقم واحد تمسك الكرة باليدين في وضع يكون يكونها على جانب الكرة مع توزيع الأصابع على سطح الكرة من الجانبين هذه الخطوة الأولى يمسك الكرة باليدين على الجانب تكون الأصابع هذه النقطة جداً مهمة على سطح الكرة من الجانبين مثل الموضوع الآن أمامكم بالصباح تكون الذراع جانب الكرة من الجهتين خطوة الثانية وفيها الذراعان مثنيتان قليلاً وتكون الكرة قريبة من الصدر لو لاحظوا الآن في امثناء أيضاً الكرة قريبة من الصدر ويساً من البطن أو من الرأس سميت بالتمريرة الصدرية أيضاً عندنا الخطوة الثالثة يكون المرفقان متجهان الأسفل مع انتناء ركبتين قليلاً وتباعد القدمين قليلاً في انتناء لو لاحظنا الآن في الصورة انتناء بسيط في الركبتين لحفظ التوازن وأيضاً استعداد لرمي أو تمرير الكرة خطوة الرابعة يتم مد الذراعين للأمام لدفع الكرة بأصابع اليد وليس براحة اليد وتقدم وتقدم أيش أحد القدمين أمام لمتابعة حركة الدفع ويكون نظر باتجاه الكرة مرة ثانية يتمد الذراعين ولحظنا الآن كانحنا في انتناء الآن صار فيها مد للذراعين وأيضاً تكون بالأصابع أصابع اليد وليس براحة اليد وأيضاً ويكون النظر متجه للكرة يعني النظر يكون دائماً تقريباً للأمام أو باتجاه دفع الكرة هذه الآن بشكل كامل المهارة اللي لاحظنا الآن نساك الكرة باليدين من الجانب في ثاني بسيط الركبتين وتباعد القدمين وبعدها في انتناء في الذراعين استعداد لتأدية المهارة وبعدها ناخذ خطوة للأمام وأيضاً مدد ذراعين للأمام ونظر يكون باتجاه الأمام هذا بشكل بسيط مهارتنا اليوم والآن ننتقل إلى فيديو بسيط يوضحنا كيف طريقة أداء المهارة كيف نقدر نأدي المهارة بشكل بسيط عندنا الآن كيف استلام الكرة بعدين تمريرها مرة ثانية شوف كيف كيف استلام الكرة وكيف التمرير تمرير من جهة الصدر كيف حركت الذراعين وأخذ خطوة إلى الأمام لاحظ مرة ثانية أخذ خطوة الأمام اللي يعطي دفعة دفعة أمامية وقوية للكرة في بداية ثانية الذراعين ثم مدها إلى الأمام هذا بشكل بسيط مهارتنا اليوم تمريرها الصدرية وأيضاً اليوم رح نتكلم أيضاً عن مهارة ثانية وهي مهارة التمرير بيد واحدة من مستوى الكتف عندنا الخطوة الأولى لتقان هذه المهارة من وضع الوقوف الوضع أماماً وثاني ركبتين قليلاً مع مسك الكرة باليدين بجانب الجسم هذا اختلاف بسيط في تكون الكرة بجانب الجسم وليس أمام الصدر أمساكها بأول شيء تكون باليدين مع انثناء بسيط في الركبتين أيضاً لحفظ التوازن الخطوة الثانية رفع الكرة لأعلى حتى مستوى الكتف تقريباً الكرة تكون عند مستوى مستوى الكتف مع فرد الركبتين وثاني الرزقان قليلاً إلى الخلف خطوة الثالثة يتم دفع الكرة بأصابع اليد الممررة ومد ذراعين في اتجاه الزميل المستلم وثبعته بحركة كرباجية من الأصابع والرزق يكون مد ذراعين للأمام تكون بالأصابع بشكل جانبي تكون بيد واحدة خطوة الرابعة تقدم إحدى القدمين أماماً ونقل تقل الجسم عليها للاحظنا الآن ناخذ خطوة إيش إلى الأمام أخذ خطوة الأمام ويكون ثقل القدم على هذا القدم الأمامية هذه الصورة لمهارتنا اليوم للاحظنا الآن ناخذ خطوة للأمام بشكل بسيط بالرجل في الثاني في الدراعين تكون على مستوى الكتف وبدأنا التمرير بمد الدراع للأمام ومتابعة أيضاً النظر للكرة هذا الآن مقطع بسيط ووضحنا كيف طريقة تأدية المهارة للاحظنا الآن كيف الآن على مستوى الكتف بعدين امساك الكرة من الزميل واخذ خطوة بالرجل ويكون ثق الجسم عليها مرة ثانية يكون على مستويش مستوى الكتف ثم التمرير للأمام الآن ننتقل إلى مراجعة بسيطة لدرسنا اليوم عندنا سؤالين السؤال الأول تعرف رياضة كرة السلة بأنها لعبة جماعية تنافس فيها اثنان من الفرق وتكون كل منهما من سبع لاعبين نبي نستذكر مع بعض هل هذا التعريف أو هذا السؤال من الأسئلة الصحيحة أو خطة إحنا قلنا كرة السلة في السؤال إنه من العاب الجماعية التعب بين فريقين ويتكون كل فريق من خمس لاعبين هل هذا السؤال صحيح أو خاطئ نبي نستذكر مع بعض ممتازين أبطال تعتبر من الأسئلة أيش من الأسئلة الخاطئة من سبع لاعبين وإحنا قلنا الصحي من خمس لاعبين ممتازين وأيضا السؤال الثاني من خطوات مهارة التمرير الصدرية تقدم أحد القدمين أماما لمتابعة حركة الكرة ويكون النظر باتجاه الكرة مرة ثانية من خطوات مهارة التمرير الصدرية تقدم أحد القدمين أماما لمتابعة حركة الكرة ويكون النظر باتجاه الكرة ممتازين هذه من الأسئلة أيش الصحيحة لأننا قلنا من خطوات جدا مهمة من التمرير أيش مهارة التمرير الصدرية تقدم أحد القدمين أماما ليش لمتابعة حركة الكرة وأيضا يكون النظر باتجاه الكرة وتفرأيش من الأسئلة الصحيحة ومخطوات تأدية المهارة كده حبايبي صير أنت هنا من درسنا اليوم تعلمنا اليوم مهرتين في لعبة كرة سلة تعلمنا التمرير الصدرية وأيضا تعلمنا التمرير بمستوى الكتف أيضا بيد واحدة كده إن شاء الله حبايبي جميع إن شاء الله استفاد بإذن الله راح نستكمل إن شاء الله في حصة القادمة في وحدة كرة السلة أعطيكم العافية أعطيكم ونصاتكم وإستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته